لست حاسن عند البشماند الشريف شوفت هادي عمال شوفت السن البنت وماشي ازاي تمام معلم اشتعل يا ده نبسوك منك ما تفضلي شوية يا عمارة لما اتكلمني قدام سبياني تقول لي يا اسطح ها? وانت قصت عليهم ولا عليا اما امرك غريب صحيح نعم هنفتحها محداتة شما انت اللي دخلك الوارشة عايز حاجة استنى في المكتب شما سألتني على حاسن وقلتلك على مكانه في حاجة تانية؟ لو حاجة بمليون جنيه مش عاوزها من وشك يا ساتر ايه ده؟ الا وفي سي بطاطة اهلا يا ساتر توحيدة مالك يا اخويا مش يتعفر وتنفخ كده ليه؟ حاسن زعانك؟ حاسن ما بيزعنيش وحاسن مش جوا لكن اللي عاملي فيها الكونتي دي مونتي كريستو يبقى جناب فخامة القصة عمارة الرابع عشط الشرطة اتقطعت يوه جدك ايه؟ اهلا يا ساتر توحيدة اهلا بك يا اخوي مالك؟ مصارع البطاطة ليه؟ والله يا ما انعارف يا ساتر توحيدة ما انعارف انه طيب وقلبه ابيض زال لبن الحليب لكن في حاجة في منظره تخلي الواحد اول ما نشوفه عايز يجر يشكله لا عامل حاسن فيه؟ وصل من شوال لغاة البشماند الشريف هيتأخر؟ مناورها توحيدة ايه؟ مشتريتي الورشة من حاسن قرابسكو ولا شاركتيه؟ وانت مالك يا بودامة خفيد ما فتيش عليا ليه؟ الخصماني؟ ولا لقيت طلب الخواجة الالمانية عند تاجر تاني؟ حكا؟ اياك فاكر نفسك انك دقرم بصحيح وتحكت علي؟ لا يا حمر الخدني يا طعم البضاعة اللي حطيت ايدك عليها وفاكر انها بقت في جيبك بكرا تريش ويطلع لها جناحين والطيج اتهياء لتجنبك قصير السكة على نفسك انت وحاسن قرابسكو ولم والطورة لا بتحط ايدك علي يا عيفش؟ انا عيفش؟ ولا شافعي نازل ايدك دي يا حوان حلوي خل الحساب يقتل ولا شافعي امارة بلاش سيبه خليه يغور نعمل فيه اسطح الشباندر بول علي يا عيفش وحوان نعمل فيه ايه مش برضو استهل طريحة حربة، جمال جودة واحدون ولا اله الا الله اللي يعدانك دول دول حشوموني يا علماء هيا العفريب تبقي الثانج هانت اللي صلح انت minded generally ايه ؟ انت أيف огبك انت؟ هل هو ان كان دليした امال مع سيد رزا اللي اتخاني مع ابوه جاب شوية العيال دول وخدول غا اتخربت الحنة والسابوه نكسة البوتة زملت يعني زملت العواف يا استتوحيد اهلا لي امو شاف ابنك مش جوه خرج في الزفت شوف توياخت انا عايزة لوست عمارة اه جوه في الورشة دخوليلي بتحيي الموكب يا عم الوطف اقول لي يا فارج الواج شاوي معاهم ما شفتوش الله وبعدين الواج تأخر اوي ازايك يا بو شاوي ست الكل يا تلتو ميت الف مرحب اي حصلت؟ سيقعليك النبي يا سعمارة اتكلمه ده ابوه يعني قهد محصور وقاطع الزاد من ليلة مبارك حاضر يا مشافي سيبيلي الموضوع ده تكل انت على الله وشوف اللي وراك ما نحرمش منك ابدا عم عمارة بس ما زل عفاف؟ يا اهلا يا اهلا خير قبلة عدولة بتقولك لو قدرت تعدي عليها في اي وقت هي مستنيك في البيت منعنا هي طمينين الاول هي كويسة بخير ايوه لكن زعلانة مع قبلة عدولة شوية حاضر ده الاول ميجي لص حسن انا حجالة على طول السلامة ايه رايك بقى في النظرات ده يا عباش مهندس؟ نظريتي يا حاسب انت الجننت الجننت ليه؟ ما الفيلا قدامك ايه؟ مبنية على طراز مش عارف موديرن ده ولا ايه؟ انما القاعة اللي احنا هنعملها هتبقى قربسك جوه وبره مش ده اللي احنا متفين عليه؟ بالظبط طيب هتبقى حاجة زي اللي مترقعة بالظبط ما تنفعش زي بالظبط انت ما تجيب مثلا لب ده صعيدي ولا عم فلاحي وتلبسها على بدل شيك لسه جاه من بريزة ينفع يعني ايه؟ عايزنا بعد ما كسرنا الحطان وهدنا القاعة تقريبا نقول للراجل اللي احنا رجعنا في كلامنا ماينفعش؟ الراجل مين يا بقى اللي حنقوله؟ احنا مش حنقوله حاجة احنا حنمخ مخلاف حل وننفذه وبعدين بقى لما يرجع هو ان شاء الله من الاجازة اللي حيضيها في الخن حيلاقي عروسة مستنياة طحفة الوشو ما هي الدكتورة ممتاز قاعدة هنا؟ مالكش دعب الدكتورة لست الستات لست زوق بدفن في الفن وفي الجمال مش زي الراجل جوز هدوت؟ يعني هيعجبها اللي احنا هنعمله بصراحة بقى يا حسن انا مش فيهم لحد دلوقتي احنا هنعمل ايه بالزبط او عتكون ناو وتلعب لعبة تانية طب اقولك يا ابش مهندس ما تاخلع انت اخلعانا انا ايه؟ يعني سيبلي العملية دي انا حنفذها هاخدها من اساسها من الباطن يعني هد وبنها وتشطيب بنفس النابلغ اللي احنا متفقين عليه؟ موافق وانا موافق هتسلمني يا امت؟ في نفس المعايد خلاص نكتب كل ده بقى في عقد جديد وتمضيل عليه ان شاء الله دلوقتي حالا بس على شرط ما شوفش خلقيتك هنا تاني في الفيلا خالص وهو كذلك يلا بينا يميرها هيا THREE 你 subля هيا حسن و eastern لا حاج سلامك انت حالين اخالص لمية خلاص بني الخليك يا ابنى أخيك هفف 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 لزيز ايه حكاية حكاية ايه انا حطرشق لو معرفتش اللي بينك انت والدكتور برهان والرجل اسم حمدي هههه لزيز انت بس اقولك المرة جاي بقى ان شاء الله ماتبقش بقى حسن التجريمة نجحت يا سادت المستشار مية في المية هب 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 ها كلهما عملوني علي الابوهان ها ها انا كل حده بس كنا بجده اشتركوا في القناة مش هتقول لي بقى خبش معندس انا كل اللي عرفوا ان في خطة لحماية الدكتور والخطة دي عشان تتنفذ لازم يجي يشرفنا في خده ودور ده كل اللي عرفوا وما تسأليش بقى اكتر من كده حاضر يا السحاس وانت حتستضيف الدكتور عندك في البيت لا انت بتسأل تاني ماشي بس ده اخر سؤال لا يا باشا الدكتور حينزل ضيف على صديقك الاستاذ وفائي وفائي؟ بجد؟ وانوار مفقة؟ انوار انوار مسفر الليلة في الفجر انوار اشوفوا شيء بخير يا باتة يا بيتمين يا انوار حكتبلكوا كلكم عطيات اشوفوا شيء بخير كفاية كده يا ابن مع كلنا سلمنا على انوار وودعناها اتفضلوا بقى كله على شغلكم شكرا قوي يا استاذ مبيس حقيقي حقيقي انت اطيب وانزه وميزة اللي انا اشتاعدتك وطول الوقت بحس ان حضرتك زي اخلي الكبير وانت كمان حتسيب عندنا فراخ كبير اوي انوار وارجوك ارجوك ما تكونيش شيء لحاجة في نفسك من جاءتي انا ساعات واجبات العمل بتخلينا بن قدامك اني نمك ورزل شوية لكن معلش انا فهمة وامري ما زعلت من حضرتك خذي انوار ايه دا يا استاذ مريس؟ دا عنوان وتليفون اختي ميري بقالها عشرين سنة لاك هي قاعدة في سانت مونيكا جنب اللوس انجلس اا اعتبريها زي اختك الكبيرة او والدتك واذا احتاجت لأي شيء او وجهتك اي مشكلة ما تتردديش ابدا علشان تلجائلها قدامي يا عصاي انت او هوا قدامي انا اصا حسن احنا ما عملناش كده من ذات نفسنا اصا اللوس تعمارة اصا بتاعك حسابكو على ايدي يلا يا خلال انت هو الحق يا عمارة حسن جايوا لعفارينت الدنيا بتتندق في وشي وانا شرح يا قصة عمارة ايه حكايتك بيسرح صبيانك بورا الورشة يهرجوا ويعملوا زفة وسيبوا هم بيشتغلوش ما هو معذور يا حسن انت متعرفش المناي اللي اعتوه اقلو ايه؟ توحيدة مبتليش دعوه انت اخراجي بها الموضوع ده طيب كنت عاوزاك في موضوع مهم بعدين حاب افوت عليك في البزار يلا تكل على الله انه بي على قلبك ما تزعله ده كان بيحوش عني عطوه يووو قلتلك انا اضلاتي انا كاست عمارة مش عطك ولا لونك يعني اللي حاصل ده بعدين يا حسن فيدي حاقة كده خلصة بعدين افضلك بس معك يا حسن فيه بس يا حسن فيه ايه؟ فيه ايه؟ عملت ايه مع ابوك امك انا؟ ام وابويا؟ ملو هعمل ايه معاهم؟ ما تردش على سؤالي بسؤالي ايه انت عارف كويس انت عملت ايه؟ كبيرت يا عدو طول وليه شجري في ايدك؟ عشان ما ابوك عجز حجم فيه وتطوي لسانك؟ هي ايه ده ابوك اللي انت بتهدده بقى التعهد يالك؟ مش هادل ايد الربطك؟ انا هقولك عالله حصل هستا وحكم ايه؟ مهما ان كان اللي حصل لا جابتين الارض وحط على دماغك تقوله كلمة زيدي ازاي؟ ها؟ اه؟ خب دين ايه عملت اكتر مني سفقتك بالقلم على وشك بايد ديك تقدر تطحها ايه؟ ها؟ قدامك يا عاد ما تطحها ايه؟ تبر؟ دي بقى عشان اللي عملت في همك ما تطحهم يا عادل ايه لتنين همك؟ ابو سيديك لبتني اصلا انا غلطان غلطان والله مش اداية هادل تبصها يالك اجري وقت على الرجلين ابوك وامك وبصه ولازم يسمحوك ما تخطيش العتبة الورشة لما يسمحوك فاهم؟ وامك تيجي تقولي بنفسها مجار يا عادل غر من خليتها هلا يا جبال مالك هلا؟ اللي اسطح مقرد ان ابن وقالت شديه اسطح ولا ده انا بكوك انا شك الرجل دي جراله ايه النهاردة؟ نعم اسا حاسم نعم يا ابن معلمي ايه يا عامل اسطوات هنقف نتكلف الشارع حاسم حاسم اخير انا اعترت فيك ايه؟ بدور عليها اللي ايه؟ وضغت وراك رحت لك مكتب المهندس الشريف قالولي يخدك وروحتو فيلا الدكتور برهام جريت علي هناك قالولي يرجعو المكتب رحت المكتب المهندس الشريف قال ان لك لسه ماشي اعطعت نفسي وهدت حيلي وعلي ايه ده كله انا؟ اوان نسيت انت مش بعتيني مشوارة النهاردة عشان موضوع ابنك ايمن ايمن تعالا غديني عند ضبة وانا احكيه لك ايمن بابا بابا ايمن كيبا يا ايمن؟ كده هتشعلعنا بيك المرة اللي فاتت ومعدين تسيبنا وتمشي؟ غصبا عني يا ساتي هم اللي خدوني ايه يا روح قلبي ستك يا جناية ما حدش حيارتك مننا خالص انا اللي جاي باب خطري يا عمتي ما انت اللي جبت المرة اللي فاتت بخطرك برضو يا بنت جاة؟ خلاص بقى امو حسن مش هنقلب في اللي فات ايمن حيفضل معانا هنا وسميحة وقت ما تحب تشوفه تتفضل البيت بيتها وانت عمتها وانا ابن عمتها وعمر بابنا مع التفل في الشه كتر خيرك يا حسن طول عمرك شه مراجل ما عرفتاش اللي دلوقتي يا اختي طول عمري عرفاها يا عمتي بس الشيطان شاطر اه والشيطان دلوقتي في اللومان سامحيني يا عمتي سامحني يا حسن استغفر الله يلا ايمن من هنا وراح مش هتفرقني دي اوح هي مابت عزي لا انا مبعيادش حبيبي انا كويسة يلا يلا روح مع بابا هاستنى مش تدي ماما حدن الاول انت هتروحك بسيدي جاد وسيدي نظيرة بس هشوفك كل يوم بابا كدانا الاذن بكده يلا حبيبي مع السلامة هلا ابو كباتن اخوة اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه يفضل صرحان بالساعات وكل شوية يزن ويقول بابا وحشني ايه تسانية وحشاني انا عايزة تشوف امه لما كان بيقطع قلبي سلامة قلبك يا اختي ابوس ايدك تسامحين يا عمت ما تبطلي كهن الحريم ده بقى يا بيت عما انتي خلاصت شوية بتوعك قدام الراجل هتعمليهم علي انا كمان اسمعيني بقى يا بنت اخويا عشان نبقى فاهمين بعض من اولها انا قصي عارفة ايه اللي في دماغك ولازم انبهك عشان ما تتعبش نفسك عالفادي ان كان علي انا انتي في الاول وفي الاخر بنت اخويا ممكن اسمحك ورقلك وافتحلك قلبي من جديد بس انا بقى غير حسن حسن زي ابوه وجدوده ماينساش الاسية المعروف يقسره طول عمره ويبيع روحه للي قدمهونه والاسية يفضل جرحها صحي في قلبه ما يطيبش مهما السنين عدت اهل 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 انا نعمين يا صغير انت من النهاردة عودتي علمك صنعت ابوك وجدك حل عن دماغ القطع ماره كلها قل من شهر ويرجع مدرسته ما منعش هسحاسه ما انت افسرنه كنت بتروح للمدرسه اه والدك الحج انه عمين الارحمه كان منظمة تروح للمدرسه الصبح وبعد بترجع تذاكره وتعمل الواجه تيجي على الورشه وتقعد فيه الغد ما تقفل ترى واحد تتعيشه اتنين ايه؟ بس دي ايام تاني عامر اسطاط بالعكس كانت ايام اصعب اليوم الدراسي كان بياخده اليوم كله كان بالصاعة ثلاثة ونص الوقتي بالصاعة اتناشر بكتل واحدة على كل حل مش وقت انا دلوقتي اصلي حاخد الاستاذ ايمن علشانا في السحر صحيح؟ هتوديني فين؟ ما تستعجلش على رزق دلوقتي تشوف على فكرة عامر اسطاط وصول ايمن قطع كلام مهم ما كان لازم نتكلم فيه انا احكي لك حيات المدروق الشافعي وانت تتعكم من نفسك مش وقته بقى بعدين انا عموما عارف انت هد ايه بتخاف على صديقنات وانك لما بتنشف على حد فيهم بيبقى المصلحته وحتى لو كنت ضربت الوقت شافعي ما كلنا ضربنا واحنا صغرين واحنا بنتعلم انما كنت تطرده برا الوقت شافعي تبقى بترميل الشارع اسطعمارة ما تردتوش يا حاسب تقولي ما جيش هل معاقهم لازم تعرف قس الموضوع بقولك بعدين مش وقته اه بالمناسبة مظاهرة التجريس اللي انت عملتها لعدتوقه دي ومهما كان اللي عملوا فيك مش لورك عامل اسطاد دورها في طماغك كده اسطنا من ايه بتان عمالي سبحان من هداك الو انا عمارة مين شهرسني اهلا 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 يا حبيبي تكلم من ايه شلابه العباس حسن لسه خارج معاي من اقدر الحقه ما هو السيت السميحة جابته النهاردة ها قول انت قاعد في اسكندريلا امتى كده ماشي ولو ان ده هحرمنا منك ربنا وفاك حاضر انا هبقى قوله حبا الله وحاضر طب حبيبي مع السلام عليكم السلام ورحمة الله سالخريس يا عمار هيا انا مش شافع شافعي حق نفسه لابوه وبس على راسه وابوه سمه وانا كمان يعني انت راضي عنه؟ شافعي طيب وابن حلال وعرف غلطته طب خلاص امش شافعي روح انت بالسلامة تقعد بالعافية الله يا عافية اخد قلب اللي حاصل ده ما اعصاش تاني فاهم؟ عبر اسطح انت باس صناعي كويس ولك مستابل لكن من غير اخلاق كويسة مش هتبقى اي حاجة فاهم؟ عارف اسطح ما تتساوتش قوي كده وصل من شوار ربع الساعة وراجع خلي بالك من الورشة احترتي يا عمارة واحتر دليلي معها ما بقتش عارفة اعمل ايه مع البيت دي؟ رولة عدت سن الرشدة عدولة يعني بقت في حكم نفسها وانت لما اخزة ما عندكوش راجل تخاف منه ولا تعمل حسابه ثم انت قلت انها بوقت في حسن نعماني وطولت اسألنا عليه ثم هي مش في السن اللي تنضرب او تنحبس فيه الزمن اتغير يا عدولة معها شهدتك كبيرة وجلها الشغل بيحطه فيه دي او ميات وبقرأ بقوله فات قولي انت بقى بتحكميها ازاي دي بقى بس سلام ربيها كويس قوي يا عمارة والبت طول السنين اللي فاتت وهي مشها زي الالف مهمش مسألة الف ولا لام مسألة وقت بيتغير وظروف بالجد وقت مش حلو وظروف طلخبة دماغ اي بني ادم يعني اي يا عمارة قسبها منها من نفسيها كده ما قلت كان في يدي تسيبيها ولا تمسكيها حتى محرم عليك يا عمارة هو انا نقصة وقعت قلب ده انا بعتالك علشان تفتحلي طاقة تنورلي مهمش بالكلامة ست البنات تي ما عاش قدامك غير انك تدعي ربنا يرزقها بابن الحلال اللي سطرها ما كان في ايدين كان في ايدين يا عمارة منه لله بقى اللي كان السبب الوقت اللي تشتغل معاه في العلاناته ايوه اخويا هو هو في غيره ما تليش كل عودة ولا حلال عندنا مواغزة لازم اركع الوعش اوام كده يا عمارة استنى كمان خمسة اعمل لك كوبايت شان لا يا عدولة لا انا معاهد نفسي وانت عارفها مش ااخد بوق ومية ولا كل لقمة من يديكي الا ان ما تبع عندي وبيدي امتى يا عمارة امتى ان كان علي كنت طرت معاك من زمان وعششت في احماك وتحت سقف بيتك لكن اه اه من كلمة لكن دي كلمة دي كلمة دينا كرتها زي ما انت كريتيها وتشنقنا بيها حمنا الاثنين وللأسف لسا معلقاها على لسانك هروح منها فين يا عمارة قل اللي عايز مش مستني حد يقولها يا بنت الناس تمس بالخير ماتي حتى اخرت اوي ابي الغاية بحكته اشتركوا في القناة ماندا 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 مالك يا قبل ماليش ايه اللي خانك ورايها ده انت مفتولة من العياط محيط ولا تحرق بجاز حتى انا حرة في نفسي قولوا مستكترين علي ان انا اختلي بروحي شوية واعمل اللي انا عايزة من غير محد في كوية حاشر اتلاقي برا انا اسهي قبل ما كنتش اقصد واقعتي سودا الليلة انا لازم امشي عبدولا حتقطعني ايه دي يا مديحة ما تعمليش نفسك كده الساعة لسه مجاش تماني سيبني يا رزق اعمل معروف انا في حيط عمري ما عملتها ما انا مش غريك تمشي لوحدك ليه انا هاخد تاكس واقول له وديه للغرية مش هقامل عليك يا استمديحة اعمل معروف يا رزق اعمل انت معروف انا مستدقت انك يتش تسمعيني وانا بغنى الاول مرة وانا مسك الماين وراي فرقة قدامي ناس حواليك هارف بتلعلط بعدين الايام جاية كتير لكن الليلة مقدرش لزم اروح دلوقتي يبقى اوصالك البروجرانه لسه مادر عليه لا توصلني لا خليك انت حاوصالك واطلع معاك عند المزبزيل اختك واطلب ايدك منها ايه بتقول ايه انا معنديش واق انا الليلة لازم اقطع عرق واسيح دامه ده بقى خامل خليلي سمعت عنه ايوه ده سوق السيح اه سوق بس سوق قديم قوي زي كل حاجة وردها لك النهاردة بابة القوري وجامع علوان واصر مشتاك وباب الفتوح بس ايه تليه اكتعبت يا بطل ليه رجليك واجعتك بس مفسود قوي يا بابا طبع حبيبي تعم كده بقى احنا وصلنا بغاية اخر الفسحة احنا قعد نسراح شوية في المحل بتاع متك توحيدة هو انت ليك اخت سمات عفيدة؟ ما هو كانت بتقول لي ايمن انت ليك وعمة واحدة بس اسمها سعيد اه صح بس اصلا هو ايه بقى كل العمات اللي في الدنيا والخالات والاخوات وولاد عماتهم وكل قريبهم وقريب بعض وقريبنا فعمتك توحيدة متبصش تعالى 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 انت جباين حسن عربيسك الخالق الناطق كانت بتحبك قوي بصراحة بقى ومن غير شكرانية في نفسي انا كل اللي يعرفني ويعرفني كويس يعني لازم يحبني ابوك واخد قلم كبير في نفسه يا ايمن وانت كمال حلوة عودة يخليك لي ويكبر بخاطرة اتفضل يا سي ايمن لا انا مش عايز بالحاجات دي انا عايز بالفتير اللي جابوا لي عم فؤاد المرة اللي فادت يا السلامة بس كده تعالى بعد اذنك اسى حازم حازم النعمان الصغير على اجل التفتير ومش هنتأخر ايه رايك تروح مع عمك بشير؟ اه جوم يلا بس ما بتخروش رحستناك عشان نروح ساوا يلا حلوة اول وقت مش كده احلى من ابو كده اه؟ ماشي يبقى طالع لأمه ليه؟ هو انا تايها عن سميحة جاد المولى ولا تايها عنها؟ ما تحديش عن الحق بقى سميحة فلّة زي الأمر طب يا اخوي اهي جاتلك اشبع بيها والله ما حد ينفع معاك إلا هي حاكم انتو كده عاملين زي القطط صنف كده ما يحبش اللي خناءه طب ما تخنوينها توحيدا حازم اعمل معروف انا جدتي مش خالصة بطل بقى تسبللي في عينيك وتقول لي كلام حلو إلا إذا كنت قصت جد كفايا حازم انا مش عاوزة تشعلق بحبال دايبة تاني خلاص خلاص دي ما كانتش كلمة خلينا بقى في الجد ايه الموضوع المهم اللي جابك النهاردة الدواري علي ووصلك لغاية الوارشة كمان عشانه رمضان الخضر يجو زوختك ايش معنى؟ النهاردة الصبح كان عندي مشوار في نزلة السمان وانا في شارع الهرب وقفنا في إشارة بدرب بعيني لقيته في عربيته وجنبه الواتسام وعملين يتودوده واخر انسجام قلت في بالي ايه يا بيت للم الشامي على المغربي اللي اتنين دول مع بعض يبقى اكيد في بينهم حدوتة واكيد الحدوتة دي لها صلة بيك قلت واجب اجي ابا اللغة انا بيها رمضان ويسامبو غريبة او دي بس يا ابدا لا ولا غريبة ولا حاجة ده عادي هم مش بيقولوا في المثل الطيور على اشكالها تقع مش جايز ما شافتكش احاج لا شافتني وعنيها طصت في عناي ازا بعض شافتك ليه عندك ايه هتبلغ ارمزك على طول ما تبلغه اه كنت راكب مع سامبو هم مالهم كان هم ببحث امن الدولة وسامبو ده ممنوعات ماش كمار مماء انا مش عايز جانس مخلوق يعرف ان انا بتعامل مع الوات سامبو ده وبالذات حسن اه هو سامبو قرره بينفز بيقولي الليلة او بكرة بالكتير هيعمل ايه حاج مردش يقولي كل ملاح عليه يتحق لدحكيته الصفروية اياها ويقولي هحسنلك متعرفش خليك انت في الامان انا بقى مش هسيبه الا ما اعرف مالكش دعوة انت تكفيز دلوقتي وتروح له المقروبة اللي بيصر عليها هو بيقعد هناك لحد عشرة قوله الحاج بيقولك ان حسن ختقبر بان فيه بيننا نظام ولازم ان يتخلي باله ماشي لمواوزة قصاني عايز المنجة قوي بردوني استهاني بالإذن مع السلامة ايه الحكاية يا ابو اشرف حكاية ايه متفق مع صنبو تعمله ايه في حزن كنت بتصنتي علي يا ولية نعم 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 ايه ولية دي من امتى سي رمضان انا ما حيبش حدي تصنت علي انا ما كنتش بتناي لتصنت عليك صوتك انت و الدلدول بتاعك جاي الحدي عندي وانا قاعدة في الليفنج وانتو الاتنين صوتكوا ما شاء الله يصح القرافة خلاص خلاص تسدي تسدي ومتسأليش عن حاجة مسألش يعني ايه ده مهما كان اخويا ولازم اعرف اخوكي سلامات يا اخوها مش اخوكي ده اللي واكل حقك ومالك دي خلافات عائلية رمضان ومتوصلش للأزايا وانا ما بعملش غير اللي يرجعلك حقوقك انتي ايه عرفتي انه ابا تحصني نصيبه في الورشة ايه من اللي قالك حاصني نفس فات علي قبل ما يسافر وقال ان مكتب المهندسين مش لازم وخلاص قال لي اصرف نظر عن الشركة وحساف اسكندرية يعمل مشروع مع واحد من زمايله قلت له هتجيب الفلوس مني يا حاصني قال لي انا بيعت نصيبي في الورشة الحاسق ايه يعني انا اللي ضعت في الرجلين؟ دا لو سكتنا عشان كده انا بعمل اللي يضمن لك حقوقك وما تسعلينيش ازاي انا خارج وهتأخر شوية يا رد تبقي تغمد العيال وتتخمدي معاهم قول له طوز ما يقلقش هلا دا انت مالي ايدك بقى عم زازور ايش شفشاك وروح زي ما نشلة البرج رحالة سيبك من شلة البرج ولغيني بقول لك ايه ما الزقزاش على دماغ مال انا دماغي مش ناس يا زقزاك لو انت مش مستعجل انا مستعجل ايش شفشاك على مهلك وكمل شاينة كمان وطلب بوري سخن بيه الطاصة الحساب خالص ابني الاب انسة انا مش فهم الخضر يميستقمن له ازاي واد زي العسل ربنا خليه لابور طب يا حنين هم خلينا نقفل السلام عليكم اهلا 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 اتفضل كويس اني لحقتكم قبل ما تقفلوا شوية شاي يا ابني لو سمحت حاضر يلا يا بشير روحات الشاي وروح انت وانا هبقفل ماشي تسمع لخير وانت من اهله خير يا سي مصطفى انا مش بعطي لك التوكيل اه وصل يا ستي بس فيه ورقتين عايزين امضتك الكريمة عليهم جبتوهم وجيتلك في وقت ما اتأخر زي ده علشان بكرة الصبح اجري جري على الشهر العقاري وخلص ويبقى العقدة اخر النهار جاهز اتفضلي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ينويني صباعه الكبير ويتكل على الله ويستعجل الشاي احلى كوباية عناب مخصوص لوليه العهده محروس بنوضب له احلى كوباية عناب في الشارك الاوسر منورة استاذ ايمان منورة بتعرف بقى انا بحب مين؟ بتحب السوسو اسمع بقى ايمان ما فيناش بالزواغان تاني لا خلاص النعمان الصغير ما عادش يفريق لتاني ابدا متشاكريين يا رجالة فضلوا بقى رحوا كاملوا لعبوكم عشان بني وبنوليه العهد كلام كبير ان عايزين اتفاهم كبير بحقلك يا معاية اخلوا الجو يا رجالة من اذن باية عناب ما تطلعش الا للحبايب بس روشك يا رزو ايش لبعيبوك ايه ده؟ ده المشروب الوطني المشروب اللي احنا تربينا عليه هنا هو والخروب والالقسوس والسوبيان هيعجبك اوي زي ما هتعجبك كل حاجة هنا في خلدة ودار شايف الخواجات؟ ده هتشوفوا مينا كل يوم اصلحنا في مطقس يا حياتي ومعظم التجارة هنا قيمة على الشغل معاكم انت بتشتغل معاهم؟ مش بالزبط انا اصلي بورد التحف اللي احنا بنعملها في الوارشة للتجار اللي بتعاملوا معاهم بس مش اي تاجر لا التاجر اللي بيفهم في فننا يقدروا ويعرف انتوا ودي اول حاجة عايز افاهمها لك ايما يعني شوف اللاوة دي بالنسبة للسياح هابرة عن جاو وزيارة وشوها يقضوهم فيها وهم بيستمتاعوا بوقتهم انما بالنسبة لأهل الحارة ده مكان مكان يتقابلوا فيه يتكلموا مع بعض يتسلوا بالنميمة ويضيعوا وقتهم ويتسلوا كمان بسرط الناس اللاوة دي عايما خلت مني رقات وكل رقب سنو من عمري مش حاولك دلوقتي مين السبب ولا ححكيلك ع الظروف عشان صعبك وتفهمه انت في سنك ده لكن بكرا ان شاء الله بكرا تكبر وتفهم بابا انت زعلان من الحياة؟ انا كنت زعلان لكن بعد انت مرجعتلي ما عادش في حاجة في الدنيا تزعلني تعالي هنا بلا قول لها سيجمان قول لها سيجمان قول لها سيجمان يعني عد عليكم الساعة كرام احنا طيارتنا الساعة لازم نكون في المطار الساعة 2 يعني جلنا الساعة واحدة اوكي؟ واحدة بالدقيق حزم مرلوك موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة